هل تعلم أن 95% من الشركات والمؤسسات في دبي هي من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وأنها تساهم بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل حوالي 42% من القوة العاملة في دبي وتعتبر هذه الشركات المحركة والدافع للابتكار والمنافسة لمجموعة من القطاعات الاقتصادية؟ هل أنت أحد رواد الأعمال؟ كي تكون أحدهم يجب أن يكون لديك الحافز، الحماس، الثقة، الحسم، الشجاعة والمرونة مع فكرة مشروع ورغبة بتحويلها إلى عمل حقيقي تقدمه للعالم فأنت إذن من رواد الأعمال المستقبليين القائمين على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحن هنا في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي سنقف معك ونساعدك خطوة بخطوة في رحلة ريادة الأعمال لتصبح واحدا من رواد الأعمال الذين يملكون مشاريعهم الخاصة تأسست مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شهر يونيو من عام 2002 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برؤية تهدف إلى رعاية ودعم روح المبادرات عند رواد الأعمال إضافة إلى تعزيز ريادة وقيادة الأعمال في المنطقة وهي إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي تعنى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطوير قطاع ريادة الأعمال وتعزيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي نساعد رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة من خلال تقديم الدعم اللازم خلال السنوات الأولى وندعم المشاريع القائمة في التوسع والنمو يدعم فريق خدمات الاستشارة والتطوير نهجاً مؤسسة في الاهتمام برواد الأعمال والتركيز على دعمهم ومساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة حيث تقتضي سياسة فريق الاستشارة والتطوير على الاجتماع شخصياً مع جميع العملاء لتعريفهم بخدمات مؤسسة وضمن سلسلة من البرامج المنسقة بإتقان شملت خدمات المؤسسة أصحاب المشاريع المنزلية من خلال برنامج انطلاق وهو برنامج مبتكر صمم لمساعدة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والقاطنين بإمارة دبي على بدء خطواتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة في مجالات متنوعة يمكنه مزاولتها من المنزل يهدف البرنامج إلى دعم ومساندة التواجد الوطني الناجح والفعال في قطاع الأعمال من خلال توفير آلية عمل تعزز من فرص النجاح وتضم تلك الآلية مجالات ترتبط بالجانب التشغيلي والجانب التطويري كل ذلك بغية تعزيز القدرات المواطنة على التفاعل بنجاح مع معطيات العمل التجاري وبموجب تحقيق أهداف برنامج انطلاق تحتضن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات تقوم من خلالها المؤسسة بتطوير هذه المشاريع والقائمين عليها للارتقاء والوصول بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم إلى الدخول والتنافس في عالم الأعمال وذلك من خلال الترخيص ومتابعة المشاريع دورياً بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من الدورات التدريبية والاستشارات الإدارية والتسويقية لأصحاب هذه المشاريع نقوم بمساعدتك على تخفيض تكاليف تأسيس المشروع ونقوم بتسريع إجراءات التأسيس من خلال توجيهك إلى نوع وفئة الرخص التجارية يقوم شركاؤنا في القطاع العقاري بتقديم خصومات وأسعار منافسة على المواقع التجارية كما سيقوم فريق العمل بتعريفك بكيفية الحصول على الإعفاء من الرسوم في الهيئات الحكومية إذا كنت من رواد الأعمال الطموحين ولديك الرغبة في تأسيس مشروعك الخاص وكل ما تحتاجه لتحقيق هذا الطموح هو الموارد الأساسية للبدء فإن كل ما عليك فعله هو زيارتنا حيث أننا نوفر لك بيئة أعمال متكاملة تساعدك على الانطلاق بأعمالك بالإضافة إلى توفير شبكة من الشركاء من خبراء ومختصين في جميع المجالات لمساعدتك على تطوير مشاريعك هذا ويقوم المركز بتوفير الدعم المالي اللازم لمشاريعك من خلال برنامج تأسيس كما يقدم المركز الدعم للأعضاء غير المقيمين الذين يرغبون بالحصول على المعرفة والبدأ بوضع خطط العمل دون الحاجة لاستخدام المكتب مختبر الأفكار هو المكان الذي نساعد من خلاله أصحاب الأفكار على تقييم فكرة المشروع وأمكانية تطبيقها كمشروع تجاري من خلال بناء نموذج عملي متضمن الخطوات التنفيذية للمشروع هذه المبادرة متاحة للمواطنين والمقيمين في الدولة حيث نقوم بمساعدة الجميع على وضع الخطط التنفيذية للمشروع من خلال سهولة التنفيذ واتباع أقل تكلفة للتأسيس دون استنزاف لوقت وجهد صاحب المشروع يعتبر برنامج المشتريات الحكومية خدمة إضافية ضمن سلسلة خدمات المؤسسة لأصحاب المشاريع القائمة تقوم جميع دوائر حكومة دبي بتخصيص 5% من الميزانية الشرائية السنوية لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية يساعد هذا البرنامج الأعضاء في توفير فرص للتعاقد مع الدوائر الحكومية في إمارة دبي أي تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنة من المنافسة مع الشركات الكبرى لتقديم خدماتهم ومنتجاتهم للدوائر الحكومية حقق أعضاء برنامج المشتريات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية مبيعات من خدمات ومنتجات بقيمة تجاوزت المليار وهناك حالياً أكثر من 200 عضو مسجل معنا في إطار هذا البرنامج يقوم برنامج التمويل بتقديم الدعم المالي لأصحاب المشاريع من خلال ثلاثة برامج يوفر من خلالها خدمات تمويلية متعددة وبإشراف مستشارين ذوي خبرة في المجال المالي لمساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قراراتهم المالية يقوم النوع الأول من التمويل بتسهيل القروض الممنوحة من خلال شركائنا الاستراتيجيين في القطاع المالي ونكون نحن بمثابة الكفيل والضامن للحصول على التمويل اللازم وبمبالغ تتراوح ما بين المائة ألف والثلاث ملايين درهم يساهم صاحب المشروع بما لا يقل عن 25% من قيمة القرض الممنوح يقدم النوع الثاني من التمويل من خلال برنامج تأسيس والذي يقوم على توفير قرض حسن يبلغ 250 ألف درهم يقدم بناء على الخطة التنفيذية للمشروع وذلك لتأسيس المشروع مبادرة التطبيقات الذكية هي النوع الثالث من البرامج التمويلية التي تدعم المشاريع التكنولوجية من خلال الحصول على التمويل تصل نسبته إلى 60% من إجمالي تكلفة التطبيق وبحد أقصى 100 ألف درهم من منطلق حرصنا وتشجيعنا للمواهب المواطنة أطلقت المؤسسة عددا من الدورات التدريبية وورش العمل الريادية لخدمة رواد الأعمال من خلال هذا البرنامج تساعد المؤسسة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع ليكونوا رجال أعمال ناجحين قادرين على المنافسة مع كبرى الشركات العالمية وبما أن المعرفة مفتاح النجاح فإننا نقوم بتقديم برامج تدريبية مختصة ومعتمدة من هيئة المعرفة والموارد البشرية نزود من خلالها رواد الأعمال بأساسيات بدء المشاريع إضافة إلى المحافظة على استمرارية المشروع وتطوير الخدمات والمنتجات أطلقت المؤسسة عددا من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى زرع وتطوير روح ريادة الأعمال وعلى المستويين المحلي والعربي منها جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لتكريم رواد الأعمال المتميزين في المجتمع الإماراتي والدول العربية تقديرا لابتكاراتهم وأيضا مبادرة مسابقة التاجر الصغير تقوم المسابقة على التشجيع وتسهيل إيصال فكرة المشاريع الصغيرة والعمل التجاري لدى طلاب المدارس والجامعات من خلال توفير بيئة عمل حقيقية ومتكاملة اتصل بمستشاري التطوير لدينا فنحن هنا كي نساعدك على تتبع حلمك وجعل هذا الحلم حقيقة تقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي إطار استراتيجيتها بتعزيز وتطوير مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي جاذب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبيئة استثمارية مثالية تحتضن الابتكار والابداع